السلام عليكم كديري كنتمنى تكونوا كلكم على خير محببكم معي في قناة هانا شانيل مع وصفة جديدة اليوم سنقترح عليكم لطاعة كريمة اللوز جوزينين بزاف يلا خليكم معي تشوفوا مقادر الطريقة التحضير بالنسبة المقادر عندي جوش كيسان عامرين دقيق العباب 1 ساشي فاني جوش مع الكبار ديا السكر بودرة ضروري نغرب له حيث يكون مكور وخصصا لكان سبيسيال عندي 125 جرام ديا الزبدة ربع كيس من الخميرة ديا الحلوية بيضة كاملة و القليل من الملح نأخذ انع نضيف جوش كيسان ديا البطريق نضيف جوش مع الكبار ديا السكر بودرة و 1 ساشي ديا الباني و القليل من الملح و 4 كيس من خميرة الحلويات و نضيف زبدة و سنبدأ نرمل هاد المكونات مع بعضها غير بسبعان مخصناش نعجنوها العجينة ديا السابلي ما كد تعجنش ولا كد ضدلك إلا عجنتوها ما غاليش تصدق عليكم هذا هو السير في النجاح ديا العجينة تصابلي سنبدأ نجمع بيضة واحدة رها كافية حتى نحصلوا على عجينة رطبة من بعد ما توجد نجمعوها و نضيفها في تلاجة ولكن نضيفها ديوها في المجمد تقريبا نصف ساعة هي قدمها في تحت قدمة تعطينا نتيجة مزيانة من بعد ما جمع تلاجينة سنضيفها في بلاستيك و ندخلها في تلاجة تفتح ليها نضيفها 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 150 كرام لوز مسحته جيدا و طحنته بالقشور نضيفها نضيفها 150 كرام زبدة من الأحسن أن تكون زبدة ثلاثة مع القبار السكر ثلاثة مع القبار نضيفها ثلاثة 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 نضيفها الزبدة ثلاثة 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 ونخلطوهم شوية عاد نضيفو عليهم 150 كمام ديال الزبدة اللي دوبنا من بعد مرتحت لي هالعجينة جبتتها وبدت كانت تلقها بدلك انا غندير لي مول غير صغر ديال اللي تارت ممكن انكم تضيفو مول كبير غير لي مول صغر كيجوزويني انا كيعجبوني على المول الكبير كيما كتشوفو انا عندي لي مول واحد كبير من الاخر هادك الكبير هو اللي غالي نطبع به في اللول باش كننا اخد هادك العجين اللي طبعت هو اللي عندي هون في المولات الصغر باش كيجوني مقادي انا دي نصحكم من احسن تصوبو العجينة هي اللولة و تضيفوها في المول وتخليوها تبرد عاد تصوبو الكريمة انا در تخاطع صوت الكريمة هي اللولة عاد صوت اللي طاقت الكريمة اللي كتبقى بحالي كتختار هنا شوية ما كتبقىش مطلوقة صافي كيما كتشوفو هنا انا بديت كان عما فيهم صافيكا نعود ناخد العجينة اللي كتشيت اللي تاني و نعود نطلقها بديلة و نعمر بها الاخرين اللي باقين من بعد ما عمرت اللي تارت كاملين غلناخد فورشيل و غادي مبدأ نتقب فيهم باش ما تنفخش لينا حجاج دي جريرة فيها الخميرة غلناخد شكولات ديال الدهن ممكن تعوضو بلكون فوتير إلا كان عندكم هاي هي شكولات قيجي أحسن غند هنبي لي طاقت كاملين غند هنبي لي طاقت كاملين عاد غادي نعمرهم بالكريمة كي ما كتشوفو هنا اولي كي ما قلت لكم الخالط تقالية يعني مشي بحل كي ما كان في اللول الكريمة خاسكم تخليوا هي اللخرة حتى تسالي ولي طاقت عمرهم و كل شي عادت وجدوه صافي دابا كاملين عمر في لي طاقت ونحاولو اننا ما نعمرهمش بزاف يعني نخليوا واحد لشوية ديال اللي سباس حتيش فيهم الخميرة و البيض يعني كيتنفخو و لا تنفخو لكم غي سيلوا لكم من جناب صافيا نكمل بنفس الطريقة حتى نساليهم كاملين حسنا من بعد ما عمرتهم كاملين راني ديجا مشي على الفران يعني كي يكون سخون من اللي ندخلوهم ضروري النار تكون توسطة ما تكونش مجهدة باش يطبعو لنا على خاطرهم ويتحموه مزيان هنا كما كتلاحظو معايا هالي التارت من بعد ما عمرتهم كاملين بعد ما خرجتهم الفران دهنتهم بالمربا وزينتهم باللوز إفلي بصراحة كي يجيوا رائعين بالزاف والمضاق ديالهم كي يجي مختلف وكما كتلاحظو كي يجيوا محمارين ملتحت ضروري ومؤكد انهم يتحموه مزيان إلا بقاو شوية بريضين ما كتشش لا تارت زوينة كتجي بحلي باردة يعني رطبة هنا غنقسمها لكم وغتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل كنتمنى انكم تجربوهم باش تعرفوني علاش كنتوي وكي يجيوا رائعين بزاف اشتركوا في القناة